مجلة الآلي خرجت بمنشط رئيسي وغلاف مترقب إن شاء الله هنكسب وتصريح أخير لكارتيرون نعيدكم بالقتال والعودة بالكأس إن شاء الله الأخبار نجوم الآلي على قلب رجل واحد في جمعة التتويج كارتيرون يحذر من الترجي ومهام خاصة للحاوي وإعداد نفسي لمروان وصلاح الأهرام اليوم الآلي يخوض مرانه الأخير في رادس استعداد لمواجهة الترجي غدا في نهاية أبطال أفريقيا كارتيرون يكلف وليد ومحارب وصلاح بمهام خاصة وحيرة بسبب ناصر ماهر وحمودي المساء قالت كارتيرون بنبرة ثقة الأهل يعود بكأس أفريقيا من رادس إن شاء الله مواجهة الغد لها حسابات فنية خاصة البودلاء جاهزون وشكرا للجماهير الجمهورية كان منشطها الأميرة السمراء تغازل الأهل التاسعة في اليوم التاسع الأهرام المسائي قالت الأهل اختفى كارتيرون يبعد أعين الترجي عن المران وتحذيرات للعبين من الكلام وحضور التدريب بجواز السفر المصور الرياضي في الملحق الأهل والترجي أشقاء عرص عربي للأميرة الأفريقية يا رب يخرج بكرة في هذا الإطار يا رب إن شاء الله المصر اليوم الأزمات تحاصر الأهق بطل مصر بتغيير ملعب التدريب وتحذيرات أفراد البعثة من مغادرة الفندق خوفا من الجماهير لكن الأخبار المسائي أكثر تفاؤلا الأهل نويها الفريق تدرب على الملعب الرئيسي وكارتيرون يستقر على التشكيل المساندة الحقيقة من ناس كتيرة جدا يمكن استوقفنا النهاردة في جريدة الأخبار الصديق العزيز الأستاذ أحمد جلالي الكاتب الصحفي ومدير عام أخبار اليوم كاتب زاوية باشموندس بيقول فيها زاويته صباح جديد لست أهلويا فأنا زمال كاوي والحمد لله ولكنني أساند الأهل وأشجعه وأهتف بإسمه وأدافع عنه عندما يمثل مصر وخصوصا في بطولة الأندية أبطال إفريقيا تلك البطولة التي أدمنها الأهل وتعود عليها واقتنصها من بين أنياب أفضل الأندية الأفريقية 8 مرات ونتمنى أن تعود إليه للمرة التاسعة مساء الجمعة عندما يلتق الشياطين الحمر مع أشقائهم لعب الترجي يهدأ ويغلب العقل على العاطفة ويغلب العقل على العاطفة ويترك الأمور تسير بلا تعصب ولا انفعال بيقول وليت جمهور الترجي يهدأ ويغلب العقل على العاطفة ويترك الأمور تسير بلا تعصب ولا انفعال لكي نستمتع جميعا بمباراة تليق بنهاية أفريقيا ويشاهد العالم كله الإخوة التوانسة يصفقون بحرارة للأهل بطل أفريقيا إن شاء الله بإذن الله